أما هلأ وصلنا لفقرتنا بعلم النفس يمكن كتير من الأهالي اليوم ونحن منهم ميسان أنا وأنتي فيه يمكن مسؤولية كتير كبيرة عليهم بتربية أطفالهم خلول صوصا بالسنين الأولى لأنه دائما بيكون المسؤولية على الأهل إذا ابنك طلع غنوج شوي الحق على أمه إذا طلع عصبي شوي الحق على أهله ما فيه يعني حدا بيرحم أبدا ففيه مسؤولية كتير كبيرة اليوم على الأهالي ضمن ظروف صعبة عم نعيشها صحيا بالمطلق كمان اقتصاديا قداش فينا فعلا من السنين الأولى نربي ولادنا على كتير من المبادئ والأخلاق قداش فينا نعلم ونصح من الغلط أي سن مناسب لنبلش هاي التفاصيل كلها مع أطفالنا رح نناقش هيدا الموضوع مع ضيفتنا الأخصائية في علم النفس الدكتورة سلام قاسم يسعد صباحك أهلا وسلم يسعد صباحكم يا رب ويسعد صباح المشاهدي يسعد صباحك يا رب يمكن الأهل من وقت ما بيكون ابنهم كتير صغير بيقولوا أنه خلاص أنا أخذي قرار أنه بدي ربيه بدي أعلمه الصح من الغلط وبيمتوا من عمره صغير كتير يقولونه لا بسير وما بسير للطفل بأي عمر أو أمتى بيقدر يدرك الطفل أنه هذا الشي صواب أو هذا الشي خطأ أول شي المرأة من مجرد هي تكون حامل أول ما بتولد أو بالمرحلة اللي هي حامل فيها بتقعد بتفكر أنه أنا كيف بدي ربي ابني وبيدي ساوي أحسن شيء وبيدي علمه أحسن شيء فبترسم مخطط لإله مخطط لإبنه كيف بده يصير بالمستقبل وهي من الأخطاء اللي كتير كبيرة ممكن يتبعوها الأمهات أو الأهالي ضمن الأسرة هلأ الطفل أول ما بيخلق وبيجي على الحياة في مرحلة كتير مهمة من حياته هي منذ الولادة هي مرحلة الطفولة المبكرة فهي المرحلة هي أهم مرحلة من مراحل التكوين البشري أو مراحل الإنسانية فهي المرحلة بتم فيها التعرف على الزات التعرف على الأشخاص المحيطين التعرف على البيئة المحيطة بالطفل فعندنا نحن مرحلة كتير حساسة هي ما بين التسعة عشر شهر والوحد وعشرين شهر يعني قبل السنتين هاي المرحلة هي كتير مهمة بس الطفل ما بيدرك فيها معرفيا فأنتي لازم تهتمي لألفازك وتعاملك معه لها الطفل لما بيبلش بعمر السنتين بيبلش هون عنده تكوين الزات ولكن هون الطفل كمان لا يعيز صواب من الخطأ لأنه هو الصواب والخطأ بالنسبة لإله ضمن مفاهيمه ضمن قدراته لما بيبلش الطفل بعمر السنتين بيبلش عنده مراحل أنه بده بيمشي المشي الجري بيبلش لما بيصير بعمر ثلاث سنوات بيبلش عنده بأبعاد القدرات أنه ممكن تتضح ولكن مفاهيم الصح والخطأ تتشكل خلال عمر مرحلة الطفولة المبكرة حتى من عمر ثلاث سنوات للست سنوات بعد ثلاث سنوات شينا نقول تماما فهي بهذه المرحلة أنت ممكن تعطيه معلومات فيها بعمر الأربع سنين الطفل بيبلش عندك بقى أنه هو بيحاول يسألك عن كتير شغلات أما بثلاث سنين بيبلش مثلا تقوليه يعطيني الكاسة بيعطيكيها بس لكن هو هون ما بيبلش أنه بيحسن يسألك للأربع سنوات ليحسن يسأل وبتبلش المفاهيم عنده تتشكل شوي شوي لحتى يحسن يتجاوب مع المحيط حتى مثلا بمدرسة التحليل النفسي هي بتقول أنه الطفل هاي المرحلة أهم مرحلة فهون أنت بتحسن يتعلمي العادات والتقاليد لأنه بعد عمر الثلاث سنوات بيصير ترسخ عنده بعض القيم والمفاهيم فبصير صعب أنه تتعاملي معه فلازم هاي المرحلة مرحلة الطفولة المبكرة هي مرحلة كتير حساسة يعني أنا بتمنى أنه ينتبهولها كتير ما يقولوا الطفل أنه ما بيفهم بيهملوها كتير يمكن الأهل هالمرحلة وبيعتبروها أنه خلي على رياحته أنه ما بيعرف صغير ما بيفهم تركوه بيقعدوا الأهل بيعطوه ألفاز مثلا أو بينبسطوا لما الولد بيقول كلمة مثلا بطريقة لفظ خطأ بيقعدوا بعيدوها هني وبيخلوه يعيد الخطأ يعني كمان هي بسير حفلة يعني بالبسط بسير حفلة على كلمة الحفلة فهو لما الولد بتلاقي إنه مثلا ممكن يغضب أو يعصب أو يعمل أي موقف أحيانا قد بتلاقي الأهل أحيانا ممكن ياخدوه بالسخرية ويتضحكوا عليه أو ردة فعلي بيعملة بينبسطوا فيها بس بتلاقي بعد سنة ثلاثة سنوات فينا نقول فينا نبلش نعلموا بعض المفاهيم بس قدش مثل ما قلتي بالبداية أول سنتين هننا مهمين لأنه الطفل بيكون عبارة عن سفنجة بيقدر يخزن يحفظ كل هدول بيطلعوا باللاواعي تلقائيا مع الطفل فقدش نحن لازم نكون حذرين يمكن بكتير من الأمور المعاملة يمكن الزوجين إذا كان في مشاكل قدش فيه بعض التصرفات حتى يمكن قصص على اليوتيوب أو الإنترنت بتلاقي هلأ أجمل يعني أغلب الناس بتحط إبناء بتعطين الموبايل بتلاقي عم يقلب هو عمره سنتين كمان فكلها بتلاقيها بتأثر بعقلية الطفل وبعدين بتزهر بعد سنة ثلاثة سنوات أكيد التكنولوجيا هي من الخطأ الكتير كبير أنه تسلمي لطفلك موبايل بعمر السنوات الأولى من عمره يعني أنت هون معناته عم تحددي من قدراته وعم توجهيه باتجاه تاني قد يصل إلى التوحد حتى أنه التلفزيون كتير من الأهالي بتلاقيهم لحتى يسكتوا ابنهم بعمر صغير أو الأم تروح تخلص شغلة مثلا أو هيك بتحطه بالكرسي الهزاز أو بالكراجي أو أي شيء مثلا بتحطه قدام التلفزيون لساعات أو أوقات طويلة يعني وعلى أساس أنه الولد ما بعزبه وكتير مريحية ما عم تعرف أنه هي عم تأذيه كتير وخصوصي بعد البرامج اللي أثبتت أنه كتير إلى أثر بشخصيته الطفل ممكن تولد العنف ممكن فيه برامج معينة تؤدي إلى التوحد ممكن تخلي الطفل دائما إنعزالي ما عنده أي قدرة على الاندماج بالمجتمع أو علاقات اجتماعية فنحن هون الطفل بمرحلة معينة بعمر الست سنوات نحن فينا نقول عنه أنه بلج يصير مواطن صغير يعني أنت بهذه المرحلة تماما فهذه المرحلة كتير مهمة وحساسة بحياة الطفل لحتى هو كمان بهذه المرحلة هاي شلون عنده يعني هو بياخد الحدث بعين بمعرفته يعني هو بيجي بيلجأ لأحاسيسه لحتى يقيم الشيء اللي حواليه فتلاقي الطفل مثلا في عنا تجربة لبياجية إنه في إسقاط دائما الطفل بيسقط الأشياء على نفسه فحط له طفل ثلاث مخاريط على شكل جبال يعني مثلا كل مخروض حط له هون على طاولة وحط الطفل بقابيلهم للطاولة هاي مشان يقيم شو اللي موجود بالمقابل على نفس الكرسي المقابل له وضع لعبة شو سأل الطفل قال له اللعبة شو شايفة فهو الطفل هون شو بيحكي بيحكي يلي شافه هو مو اللعبة فهون أكبر دليل هاد إنه هذا التحول والشي اللي بيمكن يقوله الطفل هو اللي بيحس فيه فبيستعمل أحاسيسه وحدثه بيعتمد عليه لحتى يقيم الأشياء اللي حواليه فمفهوم الصح والخطأ هو ما نو مفهوم أنت يعني فيك تقليله هالشغلة مثلا إنه لا تنطع الطاولة مثلا أو لا تلعب أو لا تأذي أو لا تعمل ما هي هيك كلمات أنا مجرد تقول لا لازم نشرح للطفل ليش لا؟ تماما بدك توطحيله أنه أنا شو أعمله أنه أي شغلة بتعملية بدك تطلبية منه بدك تشتحيله ليش حتى نحن مثل ما ذكرتي أنه مثلا مشاكل العائلية يلي عم تكون ضمن الأسرة في أغلب العائلات وبيعدوا بيصبوا جام غضبا على أبناؤن يعني فما بتحسن على زوجها الزوج ما بيحسن على زوجته بيبلشوا بها الولاد وكأنه هن الحلقة الأضعف هون ما بيعرفوا أنه مجرد أنه أنت تأذي الطفل أو تعامليه بطريقة غير لائقة إنسانيا لطفولته واحتراما لشخصيته لأنه نحن بنحترم هالطفل حتى لو كان صغير فهي المرحلة بتبلش من الطفولة من الطفولة المبكرة فأنت لما بتبلشي بتعاقبه بتبلشي بتأذيه ممكن تضربيه هو ما رح يحسن يرد نفس لإلك أنت يضربك أو يضرب أبوه بالمقابل مين بيضرب؟ طفال آخرين تماما بيضرب أخواته بالبيت بعزبك يعني بيصير طفل عنيد طفل عنيد مو بالمعنى الإيجابي اللي إله شخصية إيجابية مثلا بيحسن يعبر عن ذاته لا بيصير طفل عنيد ليصبت نفسه بيأذي الآخرين ونعزبين الحزم الحزمي اللي عم يكون موجود من قبل الأهل باتجاه أطفاله ومو دائما هو حزم صحيح يعني لازم هذا الحزم يرجع بطريقة صحيحة ويكون في حوار بينهم وبين طفلا حتى يمكن لو كان عمر ستنين هلأ بدي يوضح مفهوم كتير صغير هو الفرق ما بين الحزم والقسوة قسوة تماما هلأ الحزم مطلوب الحزم مطلوب أما القسوة مرفوضة الحزم أنه أنا لما الطفل عندي بيعمل شي غلط لازم صحيح له الخطأ مهما كان لازم صحيح له الخطأ وفي طريقة لتصحيح الخطأ أما القسوة هي اللي بتكون عن طريقة ضرب الزرجر كلمات غير لائقة استهزاء بالطفل إهانة لشخصيته هاي مرفوضة تماما أما الحزم هو مطلوب بالتربية وضروري جدا وهو من أن الأساليب المهمة يعني حتى العقاب من الأساليب المهمة كتير بالتربية ولكن كيف العقاب بيكون أخطأ الطفل لما بيأخطأ الطفل أنا شو بيعمل ممكن عاقبه مثلا أنه احزله مثلا عن لعبة بيحبه مثلا لساعات كتير غلط أنه أنت تعاقب الطفل لمدة أسبوع أو تعاقبه ليومين لأنه هو مفهوم الزمان والمكان عنده بمرحلة معينة هو ما نو متشكل فأنت لما بتعطي عقوبة لأسبوع أنا معاقبتك لأسبوع ما بدي أخذك مشوار لأسبوع ما بدي أحكي معك هاي من الأخطاء الكتير كبيرة بالعقوبة الضرب كتير غلط أنه تضر بي ابنك مهما وصلنا لمرحلة أنه ما يتجاوب معيك فكتير غلط لازم دائما لازم يكون في صلة توصل لازم يكون في مهارات تواصل ما بين الأبوين وأبنائهما فلما بيكون بينفقد هالحاجز هذا وما في مهارات تواصل هون بصير نحن أنه أنت ما بتحسني تربي ابنك تربية صح مشان هيك كتير أهالي بيقولولك يعني مثلا أنا أنه ما عرفوا يربوه مثلا الناس بيقولولك أهله ما عرفوا يربوه فشو معنات التربية؟ معناتها هي هي مرحلة الطفولة المبكرة من الصغر أنت ما عرفت تتوجهي ابنك صح ما عرفت تتربيه صح لازم الحزم بمواقف معينة ولكن القسوة هي كتير غلط أكيد يمكن مثل ما قالنا ببداية حديثنا مسؤولية كتير كبيرة على الأهالي اليوم تربية أولادهم بس مثل ما قالتها يمكن شو بنزراع بأولادنا بنحصطه بنشكرك أكيد على وجودك معنا بننجح تحية كمان لكل الأمهات يمكن اللي عم يربوه هلأ ضمن ظروف استثنائية ويمكن أكبر مسؤولية تقع على عاطقهم اليوم شكرا كتير إليك شكرا لألكون وبحب أنا كمان وجه رسالي هلأ نحن أكيد بظروف اقتصادية كتير صعبة والظروف الصحية يلي على العالم هي كله بأسره ومو بس علينا نحن حتى بالكورونا لما الأهالي حاولوا أن يضبطوا أولادهم كانت في طرق كتير خطأ بتوصيل الفكرة والمفهوم للأطفال تميزوا بالهدوء بالروية بالتعامل مع أبنائكم خليكم ريلكس دائما هذا الطفل هو أملك وهو رسالتك في الحياة فخلي رسالتك تكون صح فأنت بتحسي حالك لا يوجد في الحقيقة امرأة عاطلة عن العمل فمجرد كونها أم والأمومة في ذاتها من أشرف الأعمال وأفضلها شكراً كتير لإليك وللمعلومات اللي قدمتنا هو النصيح يارب تكون وصلت لكل الألوماهات وكل الأهالي شكراً كتير لإليك شكراً لكم شكراً لكم